إليك هذا الهاتف القادم بقوة الذي سيحدث ضجة كبيرة في الأسواق العالمية هاتف بموصفات خارقة وقوية وسيكون من أفضل الهاتف حالية لذلك في هذا الفيديو سنتعرف عليه ولكن قبل ذلك ادعامونا بلايك للفيديو وتحفزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية الهاتف هو من شركة وانبلاس وانبلاس عسي هاتف يأتي بموصفات خارقة تجعله من بين أفضل الهاتف هذه الفيديو السعرية أولا وكالعادة نبدأ بالتصميم بصراحة تصميم مميز جدا وانيق ولأول مرة نشاهد هذا التصميم في هاتف وانبلاس حيث من الخلف ستجد ثلاث كاميرات محاطة بمربع أيضا الكاميرات الخلفية تأتي ملتسقة مع الإيطار أيضا سنجد أن نصف ظهر الهاتف يأتي بخطوط متدرجة لتعطي الهاتف أكثر جمالية وأما النصف الآخر فيأتي مطفي مع وجود شعار شركة وانبلاس أيضا الهاتف يأتي بحواف مسطحة مع إنحناء على الأطراف لذلك ستكون مسكة الهاتف مريحة جدا ومن الأمام الشاشة تأتي على شكل الثقو في أعلى المنتصف مع حافة سفلية صغيرة أيضا الهاتف يأتي بخامات من الزجاج في الظهر والإيطار من البلاستيك كما أن الهاتف يأتي بوزن جيد وسيستخدامه بيد واحدة خاصة مع الحواف المسطحة حيث يزن 186 جرام فقط بصراحة الهاتف يأتي بتصميم عنيق جدا خاصة مع اللون الأزرق أيضا الهاتف لديه لون آخر وهو اللون الأسود أيضا هاتف وانبلاس آسي لديه شاشة ممتازة ستقدم لك تجربة مميزة سواء في التصفح أو تنقل بين التطبيقات فالشاشة تأتي من نوع أولود بحجم 6.7 إنش بدقة الفول HD تمتاز بمعدل تحديث عالي يصل 120 هرتز مع معدل لمس ممتاز جدا 720 هرتز وهو مناسب جدا لمحبي الألعاب أيضا الشاشة تدعم الهاتف تانبلاس وتدعم ألوان العشرة بيت أي 1 مليار لون ولديها كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل إنش ومن ناحية السطوع فهي مميزة أيضا فهي تأتي بمعدل سطوع قوي تحت أشعة الشمس يصل لألت نيتس والشاشة محمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنون غريلا غلاس الجيل الخامس على العموم الشاشة ستقدم لك تجربة مميزة جدا سواء في التصفح أو مشاهدة الفيديوهات أيضا حتى في لعب ألعاب فهي مميزة خاصة مع معدل التحديث 120 هرتز ومعدل لب 720 هرتز أيضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ولا يدعم منفذ 3.5 مليمتر ومنفذ بسلي من نوع طايب سي والهاتف يدعم صوت ستيريو قوي عالي الدقة مع دعمه للضل بأطموس أيضا الهاتف يدعم تقنية الأنفسي والهاتف يأتي بواجهة الكولور اس 12.1 في الصين فقط وأما النسخة العالمية فتأتي بواجهة وانابلاس وكلتا الواجهتين مبنية على نظام اندريد 12 أيضا شركة وانابلاس لم تقف عند هذا الحد بل ستأخذ معالج قوي جدا ورعد وهو 8600 مكس لدقة تصنيع 5 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 610 هذا المعالج يعادل معالج سناب دراجون 888 يعني رح يقدم لك تجربة آداء قوية حيث حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 215 ألف نقطة يكون بذلك من أفضل الهاتف آداء في هذه الفئة السعرية أيضا الهاتف يدعم تقنية الهايبر بوست للألعاب ويدعم نظام تبريت مطور غرافيت وهذا للحفاظ على درجة الحرارة أثناء اللعب المكثف كما أنه يدعم محرك اهتزاز أيضا الهاتف لديه ذاكرة من نوع UFS 3.1 الأسرع والأحدث أيضا الهاتف يحتوي على ميزة خرافية وهي سرعة الشحن سرعة الشحن رهيبة جدا وهي 150 نواب نعم عزيزي المشاهد 150 نواب وهي نفسها الموجودة في هاتف الريلمي جيتي نيو 3 صراحة سرعة الشحن رهيبة جدا وبالنسبة للبطارية فتاة بحجم 4500 ميلي أمبير فالبطارية تشحن 50% في ظرف 5 دقائق فقط وبالنسبة للكاميرات فهي ثلاث في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 تدعم المثبت البصري والثانية بدقة 8 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD وكاميرا السلفية بدقة 16 ميجابيكسل تدعم أيضا تصوير الفيديو بدقة الفول HD فالكاميرا الرئيسية رهي تقدم لك صور ممتازة أيضا الهاتف يدعم ميزة قيعس ضربات القلب وهي موجودة في البصمة أسفل الشاشة وأما السعر الهاتف صارحة أسعار جيدة وتقدم قيمة مقابل السعر وليس كبعض الشركات التي تأتي بأسعار مرتفعة جدا وبموصفات متوسطة فنسخة 180 جيجا مع 8 جيجا رام جائد بسعر 307.80 دولار أي حوالي 7 ملايين ونسخة 256 مع 8 جيجا رام جائد بسعر 418 دولار أي حوالي 7 ملايين و500 تلف ونسخة 256 مع 12 جيجا رام جائد بسعر 465 دولار أي حوالي 8 ملايين و300 تلف ونسخة 512 مع 12 جيجا رام جائد بسعر 542 دولار أي حوالي 9 ملايين و700 تلف ولمن أرد شراء الهاتف من الموقع الرسمي لونبلاس سأضع الرابط في الوصف على العموم هاتف وونبلاس عصي هاتف فرائد يقدم مجموعة من المواصفات الرهيبة أيضا إذا قررنا هذه الأسعار بأسعار شركات أخرى سنجد فارق كبير صراحة سيكون من أفضل الهواتف بدون منزع وأنصح بانتظاره بشدة وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه